اشتركوا في القناة السندوق البلد المستقل كمان عم يتأخر ليعطي البلديات مصرياتها ومؤخرا في 700 مليار تقريبا مضوا من قبل رئيس الجمهورية وهي النصف الثاني من 2017 يعني وضع البلديات لا يحسد لا يحسدون عليه هل ممكن نشهد على دمج أو إلغاء لبعض البلديات دكتور هلا أولا شكرا على الاستضافة وحقيقة البلد كله بأزمة مالية مش بس البلديات الكتاع العام والكتاع الخاص والبلديات هي جزء من هالمنظومة يعني حاليا كل العمل على الأرض عم يتأثر لأنه 80% من البلديات هي بلديات صغرى موازناتها بين 200 و 400 مليون ليرة لبنانية قيمتهم اليوم وطيت بـ 60% ففي خطر يعني على البلديات بلبنان أنه ممكن بالأشهر المقبلة إذا نحن مكملين هيك أنه 80% من البلديات تتوقف عن العمل بهالأوضاع يعني ممكن نشهد إذا فينا نقول مناطق بدون بلديات تقتدى بس على المختارة بيكون في بلديات صوريا مع أعضاء ومجلس بيأخذوا قرارات بس ما عندهم أي موازنة في موظفين حتى على الورق ولكن ما في موازنة لترجمة هالقرارات على أرض الواقع يعني ما في مشاريع يعني ما في مشاريع ويمكن تضل هيد الحالة إذا ما تغير شي على فقط تسيير الأمور الضرورية والأساسية بس من دون أي عمل إنمائي والصندوق البلدي المستقل هو جزء كمان من الأزمة لأنه عم تتحول أمواله بالقطارة ومش بالموعد وبغياب أي شفافية والسبعمائة مليار اللي تكلمت عنه هنه بس جزء من أموال للصندوق البلدي المستقل اللي هي متعلقة بعقيدات الخليوة بس في عقيدات أخرى كمان عم تتأخر للحكومة المركزية بتحويلها وهالتحويلات هي متعلقة بسنة 2017 يعني هو بـ 2020 يجب أن يحوله مستحقات 2019 حسب القانون ولكن نعرف أنه يكون فيه إدارة جداً سهيئة لهذه الأموال اللي هي أنا بحب أقوله على الهوى أنه هي جزء من الخزينة الخاصة يعني منها متعلقة بموازنة الدولة يعني لأعطيك مثل تفهم المشاهدين أموال الصندوق المستقل هي خاصة بالبلديات والاتحادات وشو ما صار بالحكومة اللبنانية المركزية بالوزرات إذا فيه انهيار مالي تيم وهلا قم نحكي سيناريو سيئ جداً إن شاء الله ما يصير حتى لو الدولة أو الحكومة المركزية ما عندها موازنة كافية ما بتتأثر أموال البلديات لأن أموال البلديات متل ما هي لازم تروح للبلديات ما حدا فيها تصرف فيها بس سؤال وزارة الدخلية ما بتصحب من هالسندوق أنا بفضل مجاوة هالسؤال بس في كتير أشخاص بيقولوا أنه عم بيصير فيه تصرف على غير وجه حق بهيد الأموال يمكن مش من وزارة معينة لأنه إدارة السندوق البلديات ما عم بتكون شفافة يعني ما عم نعرف بالتفصيل ما عم تنشر أنه الرسوم والعائدات يلي هي بتشكل مصادر هالأموال موجودة بالقانون بس ما فيه أي جدول بقول أنه هالأد وصلنا من هالجهة وهيدي هي حصة تم احتساب الحصة بنعرف الحصة لكل بلدية بتطلع بمرسوم ويعني ما فيه ما فيه شفافية بالعملية بالتالي فيه كتير أشخاص بيقولوا مطلعين بيقولوا من عشرين سنة لليوم وأكتر الحكومة المركزية وبعض الوزارات عم يتصرفوا بهالأموال تغطوا العجز بموازنات بعض الإدارات ممكن متل ما تصرفوا بأموال مودعين كمان زيت الشيء ممكن تسير دكتور شو الأسباب الرئيسية اللي عم بتصير ما عم بتخلي البلديات تتقدم على صعيد المناطق هل هو الثغرات بالقانون هل هو يعني الطابع السياسي القرارات السياسية شو هي الأسباب ممكن نطرحها بنظرة السبب الرئيسي هو سياسي وكل معظم المشاكل في لبنان مفعيلة تقنية ولكن الأساس هو السياسي البلديات اليوم عندها صلاحيات يعني القانون لا بأس به أكيد بدوا تحديث بدوا تحديث بس بالصيغة اللي هو موجود فيها بيسمح للصلاحيات واسعة على الصعيد البلدي ولكن ما في تناسب بين الصلاحيات والقدرة المالية يعني هيدا المشكلة إنه في عدد كبير من البلديات في لبنان ثلاثة رباعة صغرى ما بتقدر تقوم بالواجب وعندها صلاحيات واسعة وقدرة صغيرة جدا يعني ممكن نحكي عن سلطة محلية أو شرطة محلية سلطة هي سلطة محلية هي سلطة عندها استقلالية إدارية ومالية وعندها شرعية ديمقراطية لأنها متخبة فهيدا البلديات ربما لازم يكون في سياسة حكومية لتحفيز الدمج بين البلديات لأنه نحنا في لبنان عندنا أكبر عدد بلديات بالعالم نسبة للمساحة البلاد يعني ما في بلد أكتر من اللبديات عنده بلديات بس هيدا كمان كانت مشكلة سياسية يعني سبب هيدا الواقع أنه الحكومة المركزية من السبعة وتسعين لليوم شجعت إنشاء بلديات صغرى غير قابلة للحياة لحتى تضلل مرتبطة بالأحزاب السياسية الطاغية أو المهيمنة ومتكلة على مساعدات أو على دعم من وزير أو غيره فهيدا كمان كان سببها السياسية فبنجرب نعكس بعدة وسائل وإن شاء الله نقدر نوصل الصوت على هيدا الستوديو لحتى نعكس هالسياسة ويصير في حكومة مركزة حكومية بتشجع الدمج وتضافر الجهود ويكون حتى موارد هالبلديات المتشتتة نقدر نعملها نوع من تجنيد أو تعبئة لتعزيز الإنماء لأنه تلت ترباع البلديات ولو في أشخاص نشطين جدا ما عم تقدر ترجم صلاحياتها الإنمائية على الأرض دكتور فيروس كورونا أثبت ضروري توجود البلديات بالمناطق خاصة بموضوع الأمن الغذائي المساعدات الاجتماعية كانت هي عم تقوم بمراقبة حتى الوافدين من الخارج وهون كمان ما نحكي عن اللامركزية اللي هو فيه قانون ولكن يمكن هو بأدراج المجلس النياب قبل ما ننتقل لموضوع اللامركزية الإدارية الموسعة بالوضع بالإطار البلدي اليوم البلديات هي دائما على الواجهة بالواجهة هي المستجيبة الأولى لأي شيء بيصير لأي طارق لأي حدث بيطلب تدخل سريع هذا شفناه بالنزوه السوري شفناه كمان بجائحة كورونا وشفناه منضلنا نشوفه بكل ما يصير في حالة عامة طارقة الآن السلامة الغذائية أو الأمن الغذائي وحماية المواطنين الصحة العامة كلها هيدا بيصلب صلاحيات البلدية وتحديدا رئيس البلدية أو ببيروت محافظ مدينة بيروت في بلديات كبرى عندها دائرة صحية فيها تدخل تفوت على المطاعم تتأكد من نوعية اللحوم أو المآكل إذا كلها مخزونة مخزنة بطريقة صحيحة تتأكد أن المطاعم أو الملاهة أو كل المؤسسات الاستشفائية تلتزم بمعايير النظافة أو بمعايير الصحة والسلامة العامة فهيدا الشي مشكلة البلدية تقدر تقوم فيه لأنه معظمة صغرى ولكن في بلدية كبرى مثل بيروت مثل جونيا عندهم دوائر صحية وعم بيقوموا بعملهم فيه أو من خلال مرائبين أو من خلال الشرطة بلدية إذا أكيد هي مدربة على هيدا الشيء هذا كمان موضوع تاني إن شرطة البلدية عادة بدول أوروبية أو أجنبية أخرى بيكونوا مدربين عندهم اختصاصات وغيرهم بموضوع المركزية اللي دايما دايما عم نحكي عنه ولكن ما عم نقدر نوصل لنتيجة واشي شو الأسباب اللي عم تمنع نسوء لمركزية إدارية؟ غياب الإرادة السياسية يعني دايما منرجع على السياسية حلول التقنية موجودة حتى بموضوع النفايات وغيرها ولكن أزمة لبنان والأزمة المالية وأزمة العملة وأزمة الإدارة العامة كلها سبب الحكم السياسي يعني طريقة التعامل مع السياسي فالمركزية الإدارية الموسعة هي صارت واجب دستورة يعني بالتسعين وأدخلوا هالتعديلات دمجوا اتفاق الطائف بالدستور اللبناني أصبحت لمركزية الإدارية الموسعة واجب دستوري وفيه إجمع شفهة، كلامة، خطابة تيم عليها من التسعين للألفان وعشرين ولكن عمليا ما ترجم هيدا الخطاب السياسي لقرار سياسي عملي ورغم كل المحاولات بالبرلمان يعني صار فيه عدد من مشاريع القوانين واقتراحات القوانين آخرون مشروع قانون لمركزي إدارية الموسعة يلي أطلقوا رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان وكان فيه لجنة بترقصها وزير السابق زياد بارود هن كانوا ورا هيدا المسودة اللي هي فعلا مشروع جيد جدا ونقشتوا اللجنة نيابية على مدى سنتين وهلأ كان موجود على الأجندة النيابية وهلأ شوي تراجع لأنه فيه أمور ملحقة أكتر بس هناك مشروع قانون متقدم يعني متطور في بعض الأجزاء بدون شوية يعني مراجعة ولكن القانون موجود فيه يعني فيه ممكن المجلس النيابية أنه ينجزوا بس ما فيها الإرادة السياسية ليش ما فيه إرادة السياسية لأنه عم نشيل صلاحيات من الحكومات أو من الوزارات عم نعطيها لمجالس محلية على صعيد الأقضية منتخبة وعندها شرعية ديمقراطية هي تتولى الأمور الإنمائية يعني بيبطل بتقلل الإتكال على بطل فيه وصاية بيبطل فيه هلا أصلا بالأنون فيه رقابة إدارية على البلدية تمنى وصاية بس بالتفكير الإدارة تبعنا هو الوصي بيكون على شخص قاصر ما عنده استقلالية وما اكتمل النمو تبعه هيدا الوصاية بينما الرقابة هي بتنظر فقط بأنونية القرارات ما قالوا سلطة الرقابة ما لازم تتعاطى بمدى ملائمة هالقرارات مع الحاجات المحلية مش شغلتها الناس اللي انتخبوا هن البدون يرقبوا هالشي والصحف وغيرها ولكن الرقابة هي بتتعلق بس بقانونية اللي هيدا ما فيها تتدخل بالقرار زاته فالمركزية الإدارية هي الطريق الوحيد للأنماء وأصلا الكورونا أثبتت هيدا الشي صحيح تغيير دائما من تحت لفو مش من فوق لتحت تنكون واضحين يعني حتى بموضوع إدارة النفايات على عشرين سنة كان في مركزية بإدارة ملف النفايات وبعدين وقت انفجرت الأزمة سنة 2015 اضطرت الحكومة إلى إلقاء هذا العبق فجأة على كهل البلديات هو كان لازم يبقى ضمن صلاحية البلديات أو إذا بدوا يكون في انتقال بدوا يكون تدريجي من المركز للمحلي هلأ دغري زادتوا على بلديات تم تهميشها على مدى عشرين سنة وعدد كبير مننا يقوموا بشغل جيد هلأ في نقص بالخبرات في مطالب بالتوجيه لأنه هو بوضوع تقني وأكيد يعني أنا ما بدي كمين غطي على الممارسات السيئة اللي بتصير ببلدية في كتير ممارسات يعني الرمي والكب العشوائي هذا شيء يعني ما لازم يستمر ولكن بشكل عام إدارة النفايات بكل العالم مش بس العالم اللي منسميه نحنا متقدم أو الغرب دايماً إدارة النفايات هي شأن محلي بلدي طبعاً وهون كمين بدنا نشدد على موضوع الفرز من المصدر اللي نحن المواطنين مولاجين إنه نكون نكون مسؤولين ببيوتنا ونفرز من البيت يعني هيدا مثل ما بيقوله مسؤولية وطنية كل ما يصير شيء دكتور انضراب البلد منحكي عن فدرالية دغري من روح صوب التقسيم والتقسيم يمكن هو كمان متصل بالبلدية لأنه يمكن كل منطق بيصير عنده المركز طبعاً البلدية طبعاً بغيره من الناحية أو من الطريقة العلمية هل الفدرالية هو خطاب جديد أول شيء؟ لأنه نحن بلبنان كمان عم نسمعه هلأ بجديد وأمتين انطرحت الفكرة لأول مرة؟ الفدرالية هي فكرة قديمة بلبنان يعني انطرحت بالخمسة وسبعين بعد كم شهر من اندلاع الحرب اللبنانية وضلت موضوع جدلي من الخمسة وسبعين للتسعين وحتى من وقته كل فترة بيرجع بانطرح هذه الفكرة الفدرالية هو نظام دستوري نظام حكم يعني 27 دولة بالعالم هي دول فدرالية 40% من سكين العالم هن بدولة اتحادية أو فدرالية يعني هو نظام حكم مثله مثل غيره وأرقى الدول هي دول فدرالية مثل سويسرا سويسرا إيطاليا ألمانيا النمسا والولايات المتحدة يعني هو بحد ذاته هو نظام بوحد مجموعات أو أراضي أو هيدا هيدا من ناحية النظرية والقانونية جدا عمليا بلبنان الموضوع الفدرالية كميما نقرأ بطريقة سيئسية يعني هو طرح بلش بعض الحرب نتيجة ثلاث ردود فعل أول شيء أو هواجس الهاجس الأول هو هاجس الهوية والمطالبة من قبل بعض المجموعات أنه هن ينتقبوا الممثلين السياسيين عنهم ويكون عندهم استقلالية سياسية أو يعني سيادة سياسية تجاه مصيرهم هيدا الفكرة الأولى يعني ما يكون نمثل عني بالديمقراطية شخص آخر هو بيملي علي أو يمره الفكرة الثانية هو هاجس المساوات أنه عدم التحول إلى مواطن درجة تانية أو هذا بالتصور وقت الحرب كان فيه الكلام عن الذنية أو الذنية السياسية والفكرة الثالثة هو الانتقال إلى نظام مؤسساتي أو إطار مؤسساتي مختلف يرعى العلاقة بين الأفراد والمجموعات المختلفة بطريقة جديدة لأنه باعتبار أنه النظام الديمقراطية التوافقية بلبنان فشل وفينا نقول أنه إلى مدى بعيد إلى حد بعيد هذا النظام اللبناني اليوم بده إعادة نظر جزرية لأنه الطريقة اللي اشتغلنا فيها على مدى من 43 إلى 75 فشليت ومن 90 لليوم فشليت فبينطرح الخطاب الفيدرالي لأنه في بعض الأشخاص عم بيطالبوا بإعادة نظر بهالجزرية بالنظام وطرحوا على الفكرة نحن بنظام بمجتمع يجب أن يكون ديمقراطي حقهم يطرحوا وحق الطرف الآخر يمكن يتقدم بالعلمانية أو بالدولة المدنية وحتى في أحزاب بالطالب بالدولة الإسلامية فنحن بنظام وفي عندك حزب بطالب لا دولة لبنانية أنه تندمج بدولة تانية وهو شيء ضد الدستور لكن الدستور يسمح بالمطالبة بتمطالبة بالفيدرالية بالعلمانية وإذا الأطراف تتجمعوا هالمجموعات توصل للبرلمان يعني خلي النتيجة تكون تحكمها يحكمها المصاري الديمقراطي بس بالنسبة للموضوع الفيدرالية من أن نقرأه بطريقة شوي اجتماعية أو سوسيولوجية كل ما يكون في حدن رح يطلع على الإعلام ويشكك بطريقة توزيع المناصب وبتوازن أو توزيع أو تمثيل الطائفة بالدولة رح يكون في تاني نهار طرح أو مطالبة بالفيدرالية هو انتقادات للفيدرالية اللي هي لعلمك كل هالانتقادات منها جديدة من قيلة من الخمسة وسبعين للتسعين وما في شي جديد يعني على هذا الصعيد كل هالخطاب سمعني وهو دليل لشي أعمق من هيك فما لازم نضلنا على السطوح ما ننغوص شوي بالهواجس ونجرب نلاقيه لحلها دكتور أندريس ليمين ممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان شكرا لألك وأكيد إن شاء الله بيكون لدينا مقابلات تانية منحكي فيها أكتر وأكتر كنا نحكي تحت العواء عن الشرطة المجتمعية وكما يجب أن يكون في ساقة بين المواطن وأي عنصر موجود على الأرض بمنطقة وعلى أمل أن نقدر نظهر منها الأزمة بأقل أضرار ممكنة وما يستطيع تهميش لبلدية إن شاء الله مشاهدينا عبريك أسير ومن تابع حلقتنا خليكن معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة